مجلس الشامي منظومة تعليم البطالة ثم ضعف النمو الاقتصادي فبخصوص الهجرة القروية شارت الدراسة إلى التحول التدريجي اللي عرفوا المغرب في حجم الساكنة الحضرية والقروية بعد الاستقلال وكتبين أرقام الإحصاء العام للسكان والسكنة تقلصا هاما للساكنة القروية لمقابل ارتفاع في عدد سكان الحواضر إذ انتقلت نسبة سكان المدن من 29% سنة 1960 إلى أكثر من 60% حاليا وحسب التقرير فإن أعداد كبيرة من السكان القرويين هاجدوا إلى المدن بلما تكون قادرة على الاستيعاب ديالهم خاصة مع افتقال المهاجري القروي الجدد لتكوين ومؤهلات وقلة إمكانياتهم المادية الشيء لأدى الاتحاق عدد منهم بالاقتصاد الغير المنظم وبعدهم توجه التجارة في القطاع الغير المهيكل إلى اللقاء اشتركوا في القناة